بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاتي طالبات الصف الثاني متوسط مرحبا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية محاضرتنا محاضرة علوم الصف الثاني متوسط وعنوانها كفاءة الآلة كفاءة الآلة جميع الآلات تستخدم لإنجاز شغل عندما تزود بطاقة فهي تعمل على تحويل الطاقة الداخلة إلى شكل آخر من أشكال الطاقة ويحدث أثناء العمل ويحدث أثناء العمل فقدان جزء من الطاقة بسبب الاحتكاك حيث تحول جزء من الطاقة الداخلة إلى طاقة حرارية غير مفيدة ملاحظة لا تستطيع الآلة أن تكون مثالية عمليا لفقدان جزءا من الطاقة المستخدمة لذلك فإن كفاءة الداخلة كفاءة الآلة تساوي الطاقة الخارجة على الطاقة الداخلة في 100% يعني planning أوت انيرجي إنبوت انيرجي بكروس 100% يعني الطاقة أوت انيرجي الطاقة الخارجة على input energy الطاقة الداخلة بما أن الطاقة الداخلة تعدم على الشغل المبذول على الآلة والطاقة الخارجة توقاس بمقدار الشغل لذلك يمكن القاول أو يمكن كتابة قانون كفاءة الآلة بأنه الشغل الناتج على الشغل الخارج في 100% ملاحظ جميع الآلات المستخدمة في حياتنا اليومية تتكون على الأقل من اثنتين أو أكثر من الآلات البسيطة لذلك تسمى آلات مركبة تعمل وفق نظام معين لإنجاز عمل المحدد تكون mechanic advantage للآلة المركبة أكبر بكثير من mechanic advantage للآلة البسيطة فاندماج الآلات البسيطة معا في آلة مركبة يضاعف الربح الميكانيكي للآلة ملاحظ لا توجد آلة مثالية 100% من حيث الكفاءة لأن الأجزاء المتحركة تحتكوا بعضها مع البعض وللتقلب أو تغليل قوة الاحتكاك بين الأجزاء تركب أجزاء مثل محمل كريات بين قوسين بولبرين بين الأجزاء المتحركة مع تزييد وتشحيم بزيوت خاصة لتقليل قوة الاحتكاك بين الأجزاء وزيادة كفاءة الأهل مراجعة عامة لهذا الفصل ما هي الأجزاء التي تتكون منها البكرة وما أنواعه هذه أسئلة تأتي على سياق الشرح الذي سبق أن شرحنا اثنين قارن بين البكرة الثابتة والمتحرك علل لماذا يسهل السطح المال إنجاز الشغل اثنين لماذا نحصل على ربح قوة في العجلة والمحور أربعة لماذا تكون الطاقة الداخلة في الآلة أكبر من الطاقة الخارجة خمسة على ماذا تعتمد ميكانيك أدفانتيج يعني الفائدة الميكانيكية في كل من السطح المائل البريمة الأسفين العجلة والمحور سؤال ستة ماذا تحتاج الآلة لكي تعمل سبعة هل يتفق عمل الآلة مع مبدأ حفظ الطاقة كل هذه أسئلة للفصل موجودة إجابتها من خلال الشارع شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر